بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح النهاردة الحلقة الأخيرة من برنامج صوت الفلاح وإحنا اخترنا الحقيقة موضوع مهم جدا يشيع التفاؤل والإطمئنان لمستقبل مكافحة الأمراض والحشرات في مختلف المحاصيل لكن خليني أعلق على ما تم في العام الماضي ما فيش شك أنه احنا في خلال 2021 استطعنا خلال هذا العام حل بعض المشاكل اللي بتواجه أهلينا المزارعين في جميع المحافظات وطبعا ده شيء بيسعدنا جميعا وإذا كان هناك من توفيق فهو من المولى سبحانه وتعالى وأيضا بفضل مجهود أسرة العمل في هذا البرنامج طبعا وعلى رأسهم الأستاذة إيمان عبدالقاو رئيس تحرير برنامج صوت الفلاح وأيضا فريق العمل اللي بيعمل في هذا البرنامج ما فيش شك احنا كنا خلال العام الماضي حرصين على حل جميع المشاكل ومن هذا المنطلق طبعا بوجه الشكر لكل المسؤولين في وزارة الزراعة وكل السادة وكلاء الوزارة في المحافظات المختلفة اللي هما كانوا حرصين على أنهم يتعاملوا ويتعاونوا مع هذا البرنامج لحل مشاكل المزارعين في مختلف المحافظات كمان لازم أوجه الشكر الجزيل لمتابعي هذا البرنامج من المحافظات المختلفة فعليكم الدور الأكبر في نجاح هذا البرنامج واحنا الحقيقة بنكون سعداء جدا باتصالاتكم المختلفة لحل أي مشاكل سواء كانت فيه المجال الزراعي أو فيه مجالات أخرى أنا مش هنسى طبعا أوجه التهنئة للشعب المصري العظيم بقرب حلول عام 2022 وأتمنى إن شاء الله في العام القادم يكون أفضل من 2021 ويكون تخلصنا من الوباء الذي يهددنا جميعا وهو فيروس كورونا وطبعا كل التهنئة للقيادة السياسية ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن شاء الله الإنجازات والإعجازات تستمر في العام القادم زي ما احنا متعودين في الأعوام السابقة لأن بصراحة الإنجازات الموجودة دلوقتي على أرض الواقع إنجازات ليس لها مثيل ولم تتم في مصر منذ عقود عديدة كل التهنئة للقيادة السياسية وللشعب المصري ولكل العاملين في القطاع الزراعي وأتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله في العام القادم قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة كالعادة لازم أنوه على الإجراءات الاحترازية زي ما احنا متعودين الإصابات بالأمس كانت 809 حالة إصابة والوفيات 28 حالة وفاة يعني الإصابات الحياة بتتأرجح بين التمنميات والتسعميات ولكن إحنا عاوزينها إن شاء الله تستمر في النزول حتى نصل إلى زير إصابات وزير ووفيات في العام القادم أتمنى بمشيئة الله لكن ده راجع لالتزام المواطن بالإجراءات الاحترازية ده مهم أو افتداء الكمامة في الأماكن المزحمة اتباعهم بقدر الإمكان غسل الأيدي بالماء والصابون ودايما بقول نهتم جميعا بالصحة العامة الغذاء الصحي السليم ممارسة النشاط الرياضي بقدر الإمكان وأقلها طبعا وأهمها المشي لأن كل هذه الأمور لها دور إيجابي على صحة الجهاز المناعي للإنسان وهو الجهاز المنوط به مكافحة أو التصدي لأي كائنات تدخل جسم الإنسان سواء كانت بكتيريا أو فطرة أو فيروس أو أي شيء آخر أتمنى من الجميع للتزام وإن شاء الله يكون عام 2022 أفضل من العام الماضي بمشيئة الله الحقيقة النهاردة موضوع حلقتنا موضوع مهم وإحنا اخترنا أنه موضوع حلقة النهاردة يكون الموضوع الختامي لحلقات صوت الفلاح في 2021 لأنه الحقيقة بيشيع الكثير من الأمل والاتمئنان في مكافحة الحشرات والأمراض ما فيش شك حضراتكم عارفين أنه بيتم مكافحة الحشرات والأمراض أو الأفات بصفة عامة باستخدام المبيدات المختلفة وطبعا لجنة مبيدات الأفات الزراعية هي المنوط بها التوصية بالمبيدات المختلفة على مختلف الأفات في جميع المحاصيل ولكن لابد أن أذكر جملة مهمة جدا جدا دايما يذكرها أستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الأفات الزراعية بيقول دايما الأمان قبل الفاعلية الأمان قبل الفاعلية يعني مش مهم على الإطلاق أن يكون عندي فاعلية بنسبة 100% للقضاء على الآفة لكن يكون هذا المركب له تأثير سلبي على كل عناصر البيئة سواء كانت الطربة أو النبات أو الحيوان أو الإنسان إذن رغم أن لجنة مبيدات الأفات الزراعية هي المعنية بالتوصيات الفنية لجميع المبيدات ولكنها أيضا وأنا بقول بمنتهى الأمانة ودائما أستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد ينادب ده التقليل من استخدام المبيدات بقدر الإمكان ويمكن البرامج اللي بتعملها اللجنة ويمكن أهمها برنامج مطبق المبيدات الهدف منه الاستخدام الآمن والفعال للمبيد علشان يديني نتيجة كويسة ولا يؤثر على عناصر البيئة النهاردة هنتكلم على موضوع الحياة طبعا هنتكلمنا فيه قبل كده لكن حبنا نذكر حضراتكم مرة تانية بهذا الموضوع لأنه موضوع مهم وممكن يفتح أفاق جديدة ومهمة في مكافحة الأفات المختلفة على جميع المحاصيل بالذات أن احنا عندنا بعض الأماكن تكاد تكون مغلقة من استخدام المبيدات أو ممنوع استخدام المبيدات فيها زي توشكا زي الوادي الجديد وإحنا نتمنى أن تستمر هذه الأماكن لأن طبعا ما فيش شك أن استخدام المبيدات بصورة مفرطة وبأسلوب غير مرشد الحياة ليه تأثير سلبي على كل عناصر البيئة طب إيه الموضوع ده؟ الموضوع ده بيعتمد على معرفة الطول الموجي للخلية المسببة للمرض سواء كانت حشرة أو مرض وبعدين نكتشف الإصابة ونبدأ نكافحها بهذه الطريقة طبعا هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع مع أضيفي اللي بيشرفني في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور خليل الملكي الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات برحب بحاجة نسعيد نحضرك معي في آخر حلقة من عام 2021 وبالمناسبة دي أنا حقيقي بتوجه بالتهنئة لفخامة الرئيس السيسي والشكر الجزيل له على اهتمامه الكبير بقطاع الزراعة والمنظر الجميل واللي إحنا كنا متأكدين منه إنما كان يعني مشواخد حقه وهو الزراعة في تشكي وشارق الواينات أعتقد أن كل الشعب شاف أن تشكي مشروع واعد ومشروع يعني حيزود كتير جداً في الرقع الزراعية والتصنيع الزراعي الموضوع اللي بن هو ما فيش شكة بكتور خليل إنجازات التي تمت في النشاط الزراعي منذ تولي يا سيد الرئيس المسئولية لم تحدث قبل ذلك أصبح الملف الزراعي من أهم الملفات وله أولوية قصوى على مئدة السيد الرئيس وده الحقيقة احنا شايفينه على أرض الواقع احنا مش بنكلم يا جماعة عن عن أحلام أو عن يعني استراتيجيات لا احنا بنكلم عن إنجازات تمت على أرض الواقع وموجودة وعيشينها وشايفينها فطبعا احنا لو هنتكلم عن الإنجازات وكتور خليل محتاجين حلقات عديدة لا ده حلقات كتير بس هو يعني فخامة الرئيس مقتنع تماما أن الزراعة أمن قومي رقم واحد طبعا افن فيعني وده الشيء اللي بيسعدنا جميعا كعاملين في المجال الزراعي ننتقل علق لموضوعنا مكافحة بعض الآفات والأمراض بطريقة جديدة يمكن احنا اكتلمنا فيها قبل كده في حلقة سابقة لكن عاوزين نأكد عليها ونعرف أهلنا المزارعين إيه الفكرة بتاعت هذه المكافحة وإيه مميزاتها تفضل هو الحقيقة الموضوع ده يعني بدأ احنا بدأناه شيء عملي في الحقل 2016 لكن من قبل هذا التاريخ كان نشتغل عليه وهو صاحب الفضل في هذا الموضوع ويرد الفضل لأهل يعني طبعاً الأستاذ الدكتور فاضل محمد علي رحمة الله عليه أستاذ الفيزياء الحيوية في جامعة القاهرة وهي الفكرة كان نظرية معروفة أديمة يعني أن أي خلية حية بينتج منها طاقة هذه الطاقة لها تردد ولها طول موجي هو قدر بتوفيق من ربنا أنه يقيس الطول الموجي ده بس كان بيشتغل على نطاق المعمل لما نجحت التجارب معه طور الجهاز مع الهيئة الهندسية الهيئة الهندسية القوات المسلحة الحيئة قاموا بمجهود كبير جداً وابتدينا العمل في 2016 على العفن البن في البطاطس وكان في الفترة دي كانت يعني كان فيه توجيه كبير جداً من فخامة الرئيس بالقضاء على بيروس في مصر يعني احنا عندنا الدلتة تقريباً كلها خرجت من البستفري اري او المناطق الخالية من الاصابة بالعفن البن فانا قلت طب ما يعني زي ما توجه القضاء على فيروس احنا نقدر نقضي على العفن البن في البطاطس ودي مساحة يعني تقرب من حوالي نصف مليون فدان لا ومحصول تصدير ووقف فيها التصدير يعني ما عادش بيتصدر من فالحقيقة اتعاملت تجارب كتير يعني النهاردة في في جهازين في جهاز يكشف عن الاصابة والجهاز ده بيكشف عن الاصابة بدون بقى العينات ولا تحليل بسيار ولا اي حاج يعني مجرد انه بيتوجه الجهاز لو فيه اصابة بيدي اشارة طبعا العمل ده تم بالمختصين وكان معانا المشروع العفن البني وكان معانا معهد امراض بحوث امراض النبات دكتورة نجلاء بلابي دكتورة نجلاء مسؤولة عن مشروع العفن البني كانت هي اللي بتنزل مع الفريق بتاعها وبياخدوا العينات ويحللوا وبعدين ليه بقى مميزات عديدة اولا جهاز الكاشف حساسيته اكتر من حساسية جهاز التحليل بالبس ار حوالي 100 مر اه اه فلو خلية بكترية واحدة في الحق الجهاز يشاور اه لما تم العمل وصلنا الى انه بيتم القضاء على العفن البني احنا اخترنا الحقيقة تلت اه يعني ثلاث افات مرضية مالهاش علاج يعني العفن البني مالوش علاج اصلا اه العفن الابيض في البطاطس في الاسف في البصل والتوب مالوش علاج في مساحات كتير في المينيا والسوهاج خرجت اصلا من 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 زراعة البصل نتيجة اه تلوس التربة بالفطر العفن الابيض وايضا اه مشكلة النماتود اه والنماتودة دي يعني لها مشاكل عديدة واحنا كلنا عارفين انه كان بيستخدم فيها غاز بروميد المصايل اه ف وده طبعا من الحاجات اللي اتضار بالبيئة واللي هي داخلة في لخبط التغيرات المناخية منعت من دول عديدة يعني والبدائل بتاعتها مكلفة والتأثيرات الجانبية بتاعتها يعني سيئة يعني المعاقمات المعاقمات التربة التي تستخدم بتبيد النماتودة وكل الكائنات النفعة اللي في الترب بالزبط بالزبط التقنية دي لا التقنية دي موجهة فقط للنماتودة لا علاقة لها على الإطلاق بالكائنات النفعة اللي في الترب ما هي على فكرة المبيدات ممكن تعمل نفس المشكلة المبيدات بتعمل نفس المشكلة وفي نفس الوقت يعني برضو ما بتديديش الكفاءة ومشكلة النماتودة يعني الإصابة بتاعتها متكررة وخاصة لما أكون بالمزارع بيستخدم سماد عضوي ومية الرأي يعني إذا بيروا من الترع فمية الرأي بتبقى فيها نسبة كبيرة جدا من النماتودة تمام ناخدهم بقى بالترتيب بالنسبة للعفن البني تمت الزراع عشان بس إخواننا المزارعين يبقوا وخاصة قبل ما نسأ وقبل ما حك تتكلم في الموضوع أنا عاوز أأكد أن هذا الموضوع تعمل علي أبحاث تم إجازتها أيوة بس علشان المشاهدين وعلشان اللي بيتابعنا يكون عارف إحنا مش بنتكلم على مجرد عمل أو فكرة لا ده عمل سليم وصحيح وتعمل علي أبحاث وتم إجازتها لا إحنا عملنا تجارف ست محافظات على العفن البني عملنا ورشة عمل بحضور وزير الزراعة في وقتها كان الدكتور عبد منع من البنة وزير الزراعة وحضر جميع المختصين وشافوا التجارب قدامهم وشافوا الأجهزة وكانت منقشات كبيرة والبحث ده نشر وأيضا عملنا أيام حق للمزارعين في كفر الزيات والبحيرة علشان يشوفوا النتائج قدامهم التطبيقية إحنا خلاص موضوع التجارب أنا بتكلم في تطبيق تمام يعني أنا النهاردة بتكلم في تطبيق ما بتكلمش في تجارب أو في أفكار يتم القضاء على العفن البني في أي مساحة مصابة سواء يعني حتى لو مزروعة بدرانات مصابة في ساعة وينتهي تماما تطلع درانات سليمة تطلع الأرض خالية تماما من النماتودة من أسف من العفن البني يتحقق حاجات أخرى بقى جانبية المحصول حضرتك لا معلشي أنا أتوقف حاجة بتقولي في ساعة ساعة يتم القضاء على العفن البني التعريض التعريض ساعة يعني أنا اكتشفت الإصابة أيوة بدأ تكافح وعرض المناطق المصابة لمدة ساعة ساعة اكتشف بعد الساعة أنه فعلا انتهى زيرو 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 اصابة ده كلام ده كلام مهم زيرو اصاب زائد محصول يزيد على الأقل 25% زيادة في المحصول في انتاجية المحصول في انتاجية المحصول زائد ان الكواليت نفسها او جودة الدارانات اللي طلعة تفوق جودة الدارانات التي لم تعامل في محتوى الكاربوهيدرات الكل محتوى البوتاسيوم الكل محتوى البروتيني الكل يعني البوتاس على فكرة غنية جدا بعناصر كتير جدا مش الناس بتاخدها لانها مادة نشوية لا لا دفع عناصر غذائية مهم جدا يعني لدرجة انه كان مقترح ان البوتاس اللي تطلع من مثل هذه المعاملة يتحطي لها ليه بالخاص في التصدير بالكواليتي بتاعة الجودة بتاعة الدارانة اللي طلعة من الناحية الغذائية حضرتك بتتكلم على سحر يا دكتور خليل يعني انا شايف عمل عمل جبار عمل غير مسبوك اما يديني نتائج بهذا الشكل وانا ما بستخدمش مبادات ده شيء رائع ولا تؤثر على اي كائن اخر في الطربة ولا تؤثر على الانسان وطبعا كان فيه برضو بعض الاقاويل قيلت ان ممكن تكون اشعاعات والكلام ده لا فيش هذا معتمد من مركز الاشعاع النووي انه هذا الموضوع لا علاقة له باي اشعاع نووي يعني ما يقصرش الناس اللي تاكل من البطاطس دي لا تؤثر على صحة ما فيش بدليل احنا كنا موجودين في الغيط وناخد العينات وحاضرين المعامل وحتى لو الاماكن ما فيهاش كهرباء يعني بيطلع بالمؤلد وبيتم المعامل العفن لا بيط في البصل مش عارف السور اه طيب احنا هنستعرض دلوقت حاك السور كده وحاك تعلق لنا على كل صورة ونشوف معناها ايه تفضلوا يا شكرا ده ده الميزانة هو اه والدكتورة نجلاء دكتورة نجلاء مديرة المشروع العفن البني اه وده في نهاية ده الغيط المعامل اه علشان نشوف الوزن الوزن قد ايه والزيادة بتاعة المحصول هل حصل زيادة ولا لا فيه كنترول طبعا يعني فيه مناطق تالية غير معاملة حاج بتازل ايه 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 طبعا ده ده تجارب مصممة بنظام تجريبي احصائي ده ده دول العمال وده الفنين السلك اه الفنين وده السلك اللي هو بيتفرد في الحق اه علشان هو بيمشي في دايرة مغلاقة يعني يطلع من الجهاز ويرجع للجهاز مرة اخرى ده بي لا خلينا الصورة الاولنية شباب الصورة الاولنية بعد اذنك ده بيدي مدى سبعين متر يعني يعني خمسة وثلاثين يمين وخمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين شمال السلك يكتشف الاصابة في المدى ده مش يكتشف يعالج يعالج ده جهاز علاج اه 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 لا الاكتشاف حقيقي دلوقت الجهاز يكتشف حقيقي ونفس الماء يعني ايه استوانة كده نفس الارتفاع يعني لو في عندي ارتفاع تلاتين متر يجيبه وفي الارض لو حاجة تحت لتلاتين متر يجيبه لتلاتين متر اه اه ده ده ننقل الصورة اللي بعدها يا شباب اه 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 ده النماتودة وطحاوي اه ده نماتودة في البنجر ده برضو التجارب اللي تمت في النبرية اه محاطة بحث النبرية اه وكان معانا برضو اه استاذة نماتودة من معهد الامراض اه استاذ الدكتور هناء اه برضو النماتودة بيتم القضاء عليها في ساعتين ونص ساعتين ونص قضاءا نهائيا نهائيا تصبح يعني فيه جدول بس اعتقد يمكن مش مش هيبقى باين في الصور لا فيه اهو جايب مية في المية شوف قبل المعاملة وبعد المعاملة كانت ايه وماشي اهو دول انواع مختلفة من النماتودة ايو 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 ماشي اهي جايبها مية في المية ايه طبعا لما يعني بنوصل بعد كده للحاجات التانية دي بيكون دخل بقى في الوسط كده ريات فالرأي بيجيب تاني بيجدد الاصابة بيجدد الاصابة فطبعا انا ما يجيب لي 94 في المية و 100 في المية وتلاتة التسرين لا 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 رائع ده يعني ولا مبيض ولا بتاعه زائد انه لا يؤثر ده بيأثر بقى على الحيوان نفسه بتاع النماتودة النماتودة وعلى البيض يعني يعني مكافح اكتر من طور اه البيض بيتهتك كل المح بتاعه اللي في الداخل ويفقد كل العاملات الحيوية بتاعته ده دلوقتي شغالين بيأوريدي في الصوب في العاشر من رمضان تمام كل اللي انا عايز اقوله دلوقتي او كل اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان الاجهزة دي موجودة متوفرة لمن يرغب من الزراع لتطبيق هذا الموضوع النقطة دي هنتكلم فيها بس خلينا نستعرض باقي الصور طبعا نتائج مزهلة ما نتكلم على معاملة بتديني 100% حتى في الموبدات الموبدات صعب ان احنا نقول نتيجة المكافحة 100% لكن بنقول والله لو 95 لو 90% كويس لكن لما يكون عندي 100% ده شيء رائع الصورة اللي بعدها يا شباب بعد اذنكم دي صوبة معالجة دي قبل الالاج واضح ان فعلا فيها اعراض فيها اعراض اهل السفرار بعد الالاج بقى اللي بعدها اهلا دي هو نقل مش مشكلة يعني خلينا نعلق دي برضو في الصوب دي صوبة الدقي هنا اه دي في الصوب بتاعت الدقي بتاعت مزارة الزراعة في الدقي اه ودي الدكتورة هناء وهي بتاخد العينات من النبات ومن الطرب الصورة الاعداء بعد الالاج بقى دي واضح قوي دي ده الفرق اهو ده احنا شوفنا في نفس المعاملة في نفس المعاملة شوفنا اللي كان فيه اهي ده السفرار دي قبل برافو والتانية ودي بعد الالاج فيه وضع فيه فرق فرق كبير فيه فرق كبير طبعا برضو احنا عملنا صوب في النبارية برضو في محاطة بحس النبارية كان فيها طماطم وفلفل وكذا دي الدكتورة هناء دي بقى في ارض موالح دي في الشرقية برضو نتيجها كانت اكتر من ممتازة حتى الاخر موالح لمكافحة ايه النماتودة النماتودة برضو النماتودة تعقد من الجزور في الموالح ودي برضو الفنيين اهمت وهم بيداف قلب الحق بيفردوا السلك ده عنب برضو ده العنب ده كان في النبارية كان في مزرعة احد كبار للمصدرين يعني ده بقى الفطر الصورة دي على الشمال ده فطر المسبب لعفن الابيض في البصل ده تعمل التجربة معملية لما تعرض اللي على الشمال ده الفطر اللي على اليمين بعد التعريض بعد المعامل بقى خلاص مفيش فطر موجود على البيئة واضح واضح حول ده برضو رئيس قسم البصل في معهد الامراض ده دي بصلة هو ده في العفن البني ده مصاب في العفن الابيض ده مصاب بالعفن الابيض حنشوف بقى بعد العلاج هذه البصلة اللي طالح نتيجة بعد العلاج شيء رائع والله ده دي برضو زي النماتو ده بتاخد في العلاج بتاحها ساعتين ونص طبعا التجربة دي كانت في الفيوم مش عايز أقول يعني ان كل شوية الناس يتصلوا بي علشان نروح بس هو طبعا يعني ايه احنا خلصنا تجريب يعني التجريب خلاص انتوا دلوقتي في مرحلة العمل والتطبيق ايه والعمل انا اتوقع ان هيبقى فيه تليفونات كتير اللي حيب بعد الحلقة دي يطلبوا هذه الأجهزة ده الصوبة بسست النخيل سست النخيل كمان؟ اه سست النخيل كاشف وعلاج بتجيب برضو كل الأطوار تقريبا واخد زمن برضو ساعتين ونص آخر حاجة يعني احنا اول ما ابتدينا كنا بنقعد مدة طويلة جدا يعني في مرة عادنا يمكن سبع ساعات آه وبعدين آه طبعا لما بيبقى فيه تخصص بقى مع التطبيق بنحاول نوصل إلى الحاجة الأمثل لما وصلنا للأمثل فوصلنا ليه ساعتين ونص بتقضي على اليراقات آه في سست النخيل طبعا جهاز الكاشف بتاع سست النخيل موجود من زمان آه احنا عايزين بس صورة الأجهزة الكاشف آه هيجبوها حالة آه آه لكن خليه يا أكتور خليه لأقول لحيك يعني انتوا انتوا اشغلتوا على بعض ده ده على فكرة الصورة دي آه في الإمارات آه واخدين جايزة آه آه الملك خليفة آه على جهاز الكاشف في سست النخيل آه واخدين تقريبا حواليا عشر تلاف جهاز من الأجهزة آه آه نشاء الله بس تم تطويرها آه تم تطويرها للمنظر بقى اللي احنا حنشوفه آه آه يعني هي الأول كان جهاز الكاشف بيتم بمؤشر آه آه بمؤشر آه الحقيقة لما كنا في الغط آه فلقيت ان الهوى آه ليه تأثير على المؤشر آه فقلنا اللي قلنا لازم يبقى في حل للموضوع ده آه أنا هشتغل في غيط مش بشتغل في مكان مغلق طبعا يعني ممكن المؤشر فيتعامل زي الأبو حيبان دلوقتي آه أي أن كان يعني خلانه نشرحه آه هو جهاز زي الأبو ميتر ليه مؤشر زي بتاع الساعة إذا فيه إصابة بيتحور المؤشر فتعرف على طول آه إن هنا أصاب آه العمل على فكرة لم يقتصر فقط في الزراعة آه على الأفات الحشرية إنما أيضا آه دخل في المجال السروة الحيوانية آه 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 خدوا النيوكاسل آه في الدواجن في الدواجن آه والسلمونيلا آه 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 البيتي أو السل البقري آه وخدوا إجازة لجهاز الكشف عن السل البقري آه بحيث أن في أي مكان آه أنا بدل ما بروح وأخد عينة وكده لا الجهاز ده على طول إذا لا بس يعالج كمان آه بالنسبة للسروة الحيوانية والدجان للسروة الحيوانية أيوة يعالج لأن أنا بالنسبة لإكتشاف المرضة دكتور خليل أنا ما عنديش مشكلة لأن أنا آه أيا كان المرض سواء كان في الدواجن أو في المشي أنا بشوف الأعراض بعرف لكن أنا يهمني العلاج لا يعالج فيه جهاز للعلاج والجهاز الكشف آه هو هو بنفس الانتظارية آه بس اللي خد إجازة هو جهاز الكشف آه في السل البقري آه كويس آه 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 يعني عند محطة تعبئة آه آه وبصدر آه آه بطاطس آه 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 فأنا يعني لو عند هذا الجهاز وبفحص حقدر أوصل إلى أن آه آه أتأكد بنسبة مية في المية أن كل البطاطس اللي طالع من عند للتصدير خالية من العفن البني آه بالزبط كنت آه لأ ده أنا هحدد الشكارة وهحدد الضرنة اللي داخل الشكارة أن هطلعها اللي فيها الإصابة والله هو يعني يمكن يكون آه 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 هذا المنبر آه بتاع قناة مصر الزراعية يعني آه آه تم القاء الضوء آه فيه استعداد تم للتطبيق آه آه وحتى لو آه آه يعني آه يعني يقدر وزارة الزراعة يجيبوا القائمين من آه الاتحاد الأوروبي آه اللي هم عاملوا أصلاً مشروع العفن البني آه يتحققوا من هذه آه العمليات ومن نجاحها بحيث أن أنا أقدر أخفف العبء على الزملاء فيه مشروع العفن البني آه بدال بقى العينات وتحول كده والوقت والمجهول والوقت والمجهول فيه مميزات كتيرة جداً أقدر أدخل بقى في الحجر الزراعي أقدر أدخل بقى في حاجات كتيرة هنتكلم في أستاذنا حضرتك معنا أولى المداخلات أحمد حسن من الدقة ليه ألو؟ السبب عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بيك أهلاً بيك أهلاً بيك لأ هنتجل الوقت فلقي في البرنامج والتاني فما تبعطوش من الأول طب عموماً نشوف إعادة الحلقة الساعة 11 بالليل مساء النهاردة إن شاء الله نعم نصر العيجة والنام نعم نصر العيجة والنام نصر العيجة والنام نعم نصر العيجة والنام طيب والله كويسنك بتنم بدري طب شوفها بكرة الساعة 8 صباحاً عموماً هتشوف العلاج الخاص بالعفل الأبيض في البصل لأن الدكتور خليل حتكلم فيه إحنا عندنا جهاز دلوقتي بيعتبر سحر لمكافحة العديد من الأمراض والحشرة أنت أنت فان هي مركز في الدائلية؟ إحنا مركز مية النصر مينية النصر مينية النصر مينية النصر المساحة قد إيه يا حج أحمد؟ أحنا عندنا ثلاث ساديين ثلاثة في الدائل طيب سيب سيب تليفونك وإحنا هنتواصل معاك إن شاء الله بشكرك بس هو يفضل يفضل بالنسبة للحج أحمد إنه لو يجمع مساحة أكبر عشان تقلل أنا كنت لسه هسأل حضرتك السؤال عشان تقلل تكلفة النقل والكلام ده أقل مساحة ممكن يتم مركز خمس فتاديين خمس فتاديين سهلة لأن عادة المناطق يا دكتور خليب تزرع بصل بتبقى مساحة لا أصلا هي ممكن خمسة وعشرة وعشرين بس لو كانوا يعني في أماكن قريبة علشان عملية نقل الجهاز والفنيين وكده عملية الفحص بتاخد وقتها دي يعني أنا من بداية وصولي للحق وتركيب الأجهزة هاخد وقتها دي علشان أفحص وتأكد وعالي أول مد الأسلاك تقريبا هتاخد ساعة وحياخد ساعتين ونص علاج لو في العفن الأبيض يبقى أنا بكلم في ثلاث ساعات ونص أربع ساعات بيكون الموضوع منتهي الكشف ده يعني فورا الكشف مجرد ما أنا با وأنا واقف الجهاز حيشاور لوحده لو في أصابة حيشاور معنا سامير من البحير ألو أيها سام عليم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك يا فندم أنا عندي جوافية عندك؟ عندي جوافية وعالي كل سنة حضرتك في علاج النمسودة طبعا علاج مرة يجيب نتيجة ومرة ما يجيب نتيجة أخذ بالك ونصرفه كثير يعني مصريقة غريبة يعني مصريقة غريبة يعني مصريقة غريبة يعني مصريقة غريبة طب انت متابعني من بداية الحلقة يا حاج سامير أنا متابع يا حضرتك ايه رأيك في الجهاز اللي بيتكلم عليه الدكتور خليل انه يخلصني من النماتو ده يعتبر زيما انت قلت حضرتك سحر يصراح ايه سحره؟ ايه لو فيانا والله؟ المساحة دي اللي انت ازرح جوافة مساحة انت ايه انت حضرتك لو ايدي ايدينا بات سنبتة في الجهاز ده الناس بشتفكم مرية تباتشوا فيها في النحير فين؟ شعيدكو ولا فين؟ انت زارع فين؟ اه؟ المكان فين؟ ماركز رشيد محظة بعيدة ماركز رشيد ايه ماركز رشيد هي اللي فيها رشيد طيب طبعا طبعا انت متابع انت متابع باكزة الدنيا فراح بقيا يا حاج سامير هل تقدر تجمع مجموعة كبيرة من المزارعين اللي عندهم نفس المشكلة ويروح فريق العمل للمكان ويكافح لكم ان ما توضى ونخلص منها؟ طيب الكرة في العمل طيب عدرتك شغالين بالفدان او ازاي يا عام عدرتك؟ اه طبعا بالفدان طبعا بالفدان بس احنا عاوزين مساحة تكون تستحق ان فريق العمل ينزل وبتاعه كده يعني مش اهل من خمس فدى دين ماش عارفة الفدان بتالي بتاعه اوه بس سيب تليفونه سيب سيب تليفونك والدكتور خليل هيتواصل مع حضرتك بشكرك معانا احمد من اسكندريا هلو يا حاج احمد طمعا لي بطن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو طمعتانا عندي ليمتودة ليمتودة في ايه 했어 ليمتودة في ايه؟ في الجوافة في الجوافة ايه نفس المشكلة بتاع السنويا ليف العمرية اه انت فين يا يا احمد نعم مكالي ايه اسكندريا أبيس القرية القول في أبيس اه الليproduct tą اه انا عندي فدانان ونف جيرانك عندهم نفس المشكلة ايه كلهم نفس المشكلة على اتفروج يمكن عن المساحة سيب تليفونك يا حج أحمد والدكتور خليل هيتواصل مع حضرتك بشكرك إن شاء الله ربنا يعنى ونقدر نوصل هذه التقنية المهمة جدا اللي هتخلصني من استخدام المبيدات لمكافحة بعض الأفئة بشكرك يا حج أحمد واضح إن الناس مهتمة مهتمة طبعا طبعا إحنا بصراحة كنا قفلين التليفونات علشان ندي فرصة لحضرتك ده أنا عايز يعني لو إنه علشان يعني أهلين الفلاحين المزارع الصغير اللي هو في الدلتة يعني وعنده العفن البني أن يشمل هذا في مبادرة حياة كريمة جميل جميل ياريت والله لأنه هتبقى زي ما أنا بقول كده زي القضاء على فيروسي أنا بقضى على ده عشان أدي للأوروبيين لأن في الدول زي روسيا مثلا والسعودية بيحبوا يستوردوا بطاطس من الأرض السود طبعا فبدال ما نبقى الحاجات بتطلع مثلا كده لا إحنا نروح نشوف بس تبقى تدخل ضمن يعني المبادرة المبادرة علشان التكاليف ما يتحملهاش المزارع يعني يبقى التكاليف هو يا دكتور خليل أنا بقى لو هتكلم باسم المزارع بما أن صوت الفلاحة أقول لك أنا ما عنديش مانع أنا كمزارع أتمنى مثل هذا الموضوع المهم المطرح ده الحقيقة رائع جدا محنا بنوجه النداء يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة وهي فعلا للعافن البني في البطاطس في الدلتا لأن كده أنا هرفع الحقيقة من دخل الفلاح طبعا ثم خلصوا من هذا المرب وزود الإنتاجية كمان ده موضوع الحقيقة موضوع مهم قوي يعني الزائد ده فيه كمان حاجة أنه موضوع البستفري أريا أو الأماكن الخالية من الإصابة ليست مستمرة يعني ممكن تبقى خالية السنانية أو الموضوع أو العروة دي فيبقى أنا بجهاز الكشف لو هقدر أطلع والأخوة المصدرين أن إحنا يعني نكشف نتأكد أن لا فعلا دي فيستفري أريا لا دي يتلق جالها يبقى استبعد الحتة دي أو نعالجها يبقى تبقى بستفري أريا تمام خلي بالك أنا ممكن كمان حتى المشكلة عندي أن إحنا مش يعني العفن البلني ليس ليس موطن مصر العفن البلني بيجي لنا من دول الأوروبية اللي هي بعد كده بتستورد وتعمل يعني محددات علينا في التصدير طيب أستاذ حضرتك معنا مونير من البحيرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا في البحيرة في النبورية عندنا كاكة عندكم إيه؟ يعني كاكة كاكة آه كاكة لما سوداء وأعفان وبنعجل وبنصوف كثير ونفس المشكلة هي هي لأنه عندنا نسبة الملوحة عالية في الأرض المساحات أديها المساحات أديها المساحات أديها أخي لا بيروا إيه بيروا إيه لا بالنسبة للمساحات كا المنطقة اللي إحنا فيها يعني عروفها من منطقة كومومبو اللي فعل كاكة يعني مساحات أرض كتير أنا وقف من ظن الناس عند ثمن فلدي ابن عم فريعة عند 15 فدان جيراني وجيراني يعني طب هو الراي عنده الراي عندوكو إيه؟ غمر 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 لأنه نهاردة 35 سنة زرعين الكاكة دي أخي ها بيروا بحاري آه آه بحاري عند سرس المشكلة إن المياه في الصيف ضعيفة بنروي مياه معين وقبارة عالية المهم اللي ينزل الأرض مياه بحاري دي عايزة 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 نظام علشان يعني تقلل التكلفة بتاعة النيماتيو ده ياريد آه أولا أولا إحنا بنتاج أو الدولة كلها بتتاج دلوقتي حتى في الأراضي القديمة إن هي راي العديد تعمل الراي المطور المطور آه آه فأنت لو بتعمل إنت لو لو وصلت إلى الراي المطور حتعمل حاجة تقلل من الإصابة اللي داخلها بقى إذا كان حيعمل بالتنقيط أو آه وطبعا مدام شجر يبقى في الغالب حيعمله بالتنقيط طب الصيع اللي عمره 30 سنة يا هندسة حيتحول لتنقيط أيوا يتحول طبعا يتحول طبعا نحن مخلقين الدكتور حامد على مشكلتنا مرة لكن طبعا الله خب العون المشاكل كتير وإحنا نكون مطيف يا أخ مونير التحويل للراي بالتنقيط حايمشي هو غاية ما هنالك إنك مثلا بدل ما هتمشي خرطوم بتلف الخرطوم حوالين الجورة عشان تزود كمية الماء أنا يميني كمية الماء حيقللك أولا حيقللك الماء اللي اسمعني نعم أنا فعاضح أنا عاوزني أعرفك حاية رأس على طائرة الكاكي طائرة الكاكي طجرة كل الحمولة والشعارات التي هي منتشرة في جميع الأرض أنا عارف طيب بص يا أخ مونير على شين الوقت سيب بياناتك لدكتور خليل هيتواصل معاك وإن شاء الله نحللكم المشكلة دي في البحيرة أصلي لو في حوض مأخذ للرأي ده الكلام ده بقى للجميع عام ممكن بالأجهزة دي أصلا نخلي الماء اللي نازلها للرأي ما فهاش نماتودة بالضبط يعني نعليجها قبل ما تنزل الحق قبل ما تنزل الحق لأنه هو تجدد الإصابة بالنماتودة بيجي إما من مادة عضوية يعني مش معاملة زي الكمبوست أو نقل الأسمدة أو السماد البلد السماد البلد أو هي الماء وهي أكتر مصدر الماء إن شاء الله خليني بقى معلش لأن الوقت الأسف بيجرب سرعة يعني أحد المزارعين يقولك طب أنا عاوز الجهاز ده أتأجيبه إزاي جهاز الكشف آه آه ممكن يشتري جهاز كشف ممكن يشتريه آه لكن جهاز علاج لا دي خدمة بتقدم يعني دي خدمة بتقدم طبعا بمقابل أيو طبعا لا لا طبعا ولكن لو هنقارن المقابل باستخدام المبيدات لا 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 وبزيادة الإنتاجية من المحصول أعتقد هتلاقيه يعني لا 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 ما يكلفش ما فيش تكلفة خالص ما فيش تكلفة خالص هو بعدين آه 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 طبعا هو آه آه الناس مش هيبيعوا آه كل واحد بقى عايز جهاز هيروح ياخد جهاز إن هم هيتعاقدوا مع شركة من الشركات الكبرى بتاع التوزيح حتى لو شركة مبيدات أو غيره آه تاخد الأجهزة وهم يوصلوها للمزارعين يعني يعني عموما بكتور خليل أعتقد أنه هذه الحلقة هي أفضل ختام لحلقات صوت الفلاح في عشرين واحد وعشرين إن إحنا في هذه الحلقة فتحنا باب أمل مهم أوي لجميع المزارعين لمكافحة بعض الأفات زي الماتودة زي العفل البني في البطاطس العفل الأبيض في البصل وأيضا سوسة النخيل الحمرة اللي هي بتهدد النخيل في المصر والعديد من الأفات ده أنا عايز أقول إحنا مستمرين في الأفات القومية النملة الأبيض وده بيهدد الزراعة وبيهدد الإسكان في أماكن كتير وفي محافظات كتير إن شاء الله إن شاء الله في يعني ماشيين في الله الحياة باب أمل الحياة يدينا أمل في المستقبل بمشاية الله وأنا زي ما قلت هو ختام الحياة جيد وختام مبشر لحلقات صوت الفلاح لجميع أهلنا المزارعين في جميع المحافظات خدمة متاحة ممكن الاتصال ممكن نوفر لكم الخدمة وده الحياة بيعتبر إنجاز فوق الوصف ويبدو يبدو وأنا بقول بمنتهى الأمانة عشان ما حدش يقول كاني ولا ماني الهيئة الهندسية القوات المسلحة أو القوات المسلحة عموما لها أياد بيضاء في النهوض هذا الوطن وحل جميع المشكلات في النهاية أعزائي المشاهدين لا يسعنا نتقدم بجزيل الشكر لأستاذ الدكتور خليل الملكي الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات بشكرك جدا شكرا 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 الشكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابع والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميره اللهم أمين إلى أن ألقاكم في الحلقة الأولى يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله في عام 2022 لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته